قال رئيس وزراء دومينيكا روزفيلت سكريت إنه في ظل انتشار قومية اللقاحات في العالم اليوم فإن التزام الرئيس الصيني شي جنبين بتقديم اللقاحات كمنتج عام عالمي يحظى بتقدير عالم كما يقول المثل الصديق وقت دائق سواء كان ودع جيدا أو سيئا فالصديق أكثر قيمة هو يساعدك عندما تكون في أسوأ الأحوال خلال سنوات السيطة عشرة الماضية كانت سين مثل هذا الصديق بنسبة لدومينيكا خلال فايدان أو إعصار وفي هذا الوباء وفي أسعب أوقات التي يعيش فيها الشعب دومينيكا قدمت وتقديم حكومة الصينية المساعدة والدعم العلمية في الوقت المناسب كل مرة شكرا جزيرة شكرا جزيرة بالإضافة إلى ذلك قال سكريت أيضا إن اللقاحات الصينية قد تم التأكد من سلامتها وموثوقيتها على نطاق واسع وأعرب عن أمله في أن يطمئن المواطنون لإجراء تطعيمهم بنشاط قال القائم بالأعمال المؤقت للسفارة الصينية لدى الجمهورية الدومينيكية لو سونتاو إنه في مواجهة تحديات وباء كوفيد تسعة عشر تلتزم الحكومة الصينية دائما بمفهوم مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية وتنفذ تعهد الرئيس الصيني شي جنبين بتقديم لقاح كورونا كمنتج عام عالمي وأضف أن الحكومة الصينية ستبذل جهودا متواصلة لتعزيز إمكانية الوصول وإمكانية الدفع للقاحات في الدول النامية من أجل دفع بناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية وأعرب لو عن أمله في أن تحقق دومينيكا انتعاشا اقتصاديا وتطبيح حياة المواطنين في أسرع وقت ممكن وقال إن الجانب الصيني سيواصل تقديم المساعدة بكل ما في وسعه للأطراف المتعددة من أجل مكافحة الوباء وبث التلفزيون الوطني في دومينيكا والإذاعة الوطنية وغيرهما من وسائل الإعلام المحلية بثا مباشرا لمراسم التسليم بعد مراسم التسليم كان رئيس الوزراء الدومينيكي والبرلمانيون وغيرهم من كبار الشخصيات السياسية قد وصلوا الموقع للحصول على التطعيم بلقاحات سينوفارم الصينية المضادة لكوفيد-19 ساعة عشر اشتركوا في القناة